السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله نبدأ في اول شيء تنزيل البرنامج نسخة بلندر اربعة هي اللي هتطبق عليها الكورس. اه ممكن وقت تشوف الفيديو يكون نزل النسخ احدث من اه النسخة اللي نشتغل عليها. احيانا هتواجه اختلافات في المحاضرات القادمة اه او بعض الاضافات اللي هنستخدموها مش هتشتغل فالافضل انك تتابع على نفس النسخة اللي انا طبقت عليها. اه فحيكون مرفق تحت الفيديو ملف مضغوط فيه نسخة بلندر اربعة هتفتح الملف المضغوط اي برنامج فك الضغط واستخرج الملفات منه. فحتجد فيه ملفين. الاول هو نسخة بلندر اربعة والثاني هو ملف اه بلندر هنجوه بعد شوي هنقوله شن وظيفته او في المحاضرة القادمة. اه هذه بالنسبة للملف المرفق مع الكورس او نفس النسخة للكورس. كذلك لو جينا للموقع خشنا الجوجل وكتبنا بلندر هندخل على طول الى موقع البرنامج. فحنمشي الى هنجد هنا اخر نسخة اه صادرة من الشركة. فنقدر ندير دونلود حننتظر شوي هيبدأ معي التنزيل بهذا الشكل. بدون اي مشاكل طبعا البرنامج مش محتاجك ركعو شي. اه هنمشي سريعا. اه الى بعد نوصله الى النسخة هنا فعندنا مثل اللابات النظام. اه هنحتاجه على الاقل يقول لك رام ثمانية ففي الكورس هذا هنحتاجه رام ستاش اقل شيء وكرت الشاشة اثنين جيجا هنحتاجه الى كرت شاشة او ارتي اكس اقل شيء اربعة جيجا. طبعا هذا المينموم ليشغل البرنامج. اما في الاظهار المعماري فمتطلباتنا اعلى شوي. طبعا يفضل يكون عندك رام اثنين ثلاثين جيجا وكرت شاشة ثمانية جيجا. بعد فكنا الضغط على الملف المرفق مع الفيديو. هنمشي ونديره للنسخة. نضغط عليها. فحجيني النافذة هذي. هنختار ونضغط على المربع هذا. ثم نيكست نيكست انسطول. مفيش اي مشاكل. مش محتاج شيء. مش محتاج تمشي المحلة شهتنزل البرنامج. بسيط جدا. هيعطيك رسالة يقول لك هل ترغب بالسماح لهذا الجهاز بشراء تغييرات. قل لها نعم او هيس. هيبدأ ينزل معك. اوكي كمل التنزيل نقول لها فنش. حتاجي اطلعت لك ايقونة على سطح المكتب بهذا الشكل اللي هي ايقونة البرنامج. فآآ نقدر نفتحها لأول مرة ونشوفه الواجهة للبرنامج. فاول ما هتفتح البرنامج هيطلع معك بهذا الشكل لو ما اشتغلش معك ما انا عندك مشكلة في نسخة الويندوز او ملفات ناقصة او تعريف كرت الشاشة او كرتك ضعيف. فالمفروض ان لو جهازك قوي وويندوز آآ حديث حيش ينزل معك بدون اي مشاكل كذلك تعريف كرت الشاشة. فهذه الواجهة الاولى هتطلع لك لاول مرة بعدين مش هتطلع مرة ثانية. ففيها اول خيار اذا كان عندك نسخة ابلندر اقدم زي مثلا انا عندي بلندر ثلاثة بوين ستة. مشتغل فيها اضافات ومنصق فيها الواجهة بشكل معين. فنقدر ندير للواجهة نستورد كل الادوات امتاعي اللي كنت او التنصيق اللي كنت دايرة في النسخة القديمة ونجيبها لجديد. هنا نقدر نمشي للموقع ونشوف شان الجديد في النسخة وعندنا اللغة. وهنا الاختصارات بتاع البرنامج. آآ مش هنغيره شي في الواجهة. طبعا ما نفضلش انك تدير لود من النسخة القديمة لاننا احنا نبدو نشتغله على النسخة جديدة. اللي عنده نسخة قديمة فيه بعض الادن. مش هيشتغل ان يحتاج عن تحديث. فبالتالي يخليك معي على نسخة جديدة. الا الناس اللي محترفين شوي ومنصقين الواجهة. فممكن يكمله معي زي ما يبوه. اما المبتدئ جدا اول مرة ينزله. فمش هتطلع للخيار هذا ومش هيحتاجها. فحنقول له هنا خلاص هيكي الواجهة بتاع البرنامج وهذه النسخة بلندر اربعة بوينت سفر بوينت واحد. عندي في الخيار اللي على اليسار هنا. بيئات العامة اللي نحتاجها هل جميع البيئات او لن بنشتغل تو دي انيميشن. او لن بنشتغل نحت او مؤثرت بصرية او تعديل الفيديو. دائما نحن نعم نختاره في جنيريت. جنيرال عفوا. جنيرال. او ننقر في مكان فاضي عشان اه تختفي عندي النافذة هذه. هنا نقدر ندير نفتح الجهاز ونجيب مشروع قديم عندي. او ندير او نجيب اخر مشروع كنت ما اشتغله. الجهة هذه المفروض بعدين لما تشتغل مشاريعك حيبدان يطلع اسماء في الجهة اليمين. وهنا طبعا الشرح بتاع البرنامج والدعم والامور هذه. فحننقر في مكان فاضي وهكي ثبتنا البرنامج وهذه الواجهة الخاصة به.